السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك عاملين يا رب اتنو بخير النهاردة هيكون الفيديو يعني برضو هيكون جديد اللي احنا شفناه في ماتش في المنينزي النهاردة قصاد الاهل يعني حاجة يعني انا شايفها برضو منظر كان وحش من الاهل الاهل نزل في الشروط الاول ضغط احنا عارفين الاهل عنده خبرة لكن الشروط الاول الاهل نزل ضغط طب بعد الضغط ده في المنينزي احنا ملاحظين من اول الماتش انهم بيلعبوا بهدوق مش عاوزين يتعبوا نفسهم في اول ماتش اللعبة سنة كبير انت نازل انت عندك نشاط باور الباور ده ما بيكملش الباور ده عمره مكان بيكمل اصلا انت ما مش قالة بتجري لعبة الاهل ما انتو مش قالة انتو بشر فالبشر الطبيعي بتجري بتطلع قوتك كلها في وقت قصير هتتعب ده الطبيعي اللعبة في المنينزي هي الخبرة اللعبوا بالخبرة الخبرة هي ايه ريحوا نفسهم في الشروط الاول لعبوا بسيط مجاش فيهم جوان ده اللي عاوزينه الشروط التاني اشتغلوا على انهم يضغطوا ويجيبوا اهداف وده فعلا اللي حصل اللي احنا شفناه في الماتش ضغطوا ضغطوا لحد ما ايه وصلوا لحد الجون مرسلوا خط درب الجزاء ولبس محمد عبد المنعم انزار من غير اي حاجة لبسه انزار اه مرسله خبرة كبيرة اه خط دربة الجزاء دربة الجزاء اتلعبت جباه وجون بس ده اللي عاوزينه لعبوا على ايه انهم بينقلوا بيهدوا اللعب انقل انقل من رجل الرجل ده اهم حاجة من عند الحارس ابتدي من عند الحارس عندنا في الدورة المصر يا جماعة احنا في مشكلة مشكلة منلاحظها في الفرق كتير واكيد اللي شايفني دلوقتي يعني هو اللي بتابع الدورة المصري عارف النقطة دي معظم الفرق ما بيحضرش من عند الحارس تحضير من عند الحارس في الهجمات مش موجود يعني ممكن فرق بسيطة في الدورة اه انها بتلعب اللعب ده او يعني يعني منلاق فرق ما بتعملش الاسلوب ده يعني اساسي لا ممكن كل فين وفين يعني نقول الحقيقة ان فريق وادي دجلة ده هو اللي كان اقنعني انه بيلعب كورة صح او ما فيش نتاج بيحققوها ونزلوا درجة تانية بس بيلعبوا كورة صح دي اهم حاجة اما انك تلعب عشوائي ده مش عاوزينه لعب العشوائي بيوصلنا ان احنا ما منعرفش نلعب قصاد فرق بتلعب كورة حديثة ولا كورة صح ما منقدرش نجريهم ليه علشان احنا متأساسين في الكورة غلط المفروض يا جماعة يعني في مصر يعني دي رسالة اللي هيخش عالفيديو وشاف لحد اللقطة دي الرسالة ان الفرق في مصر يا جماعة المهم اسس اللعيبة على انها تلعب كورة حديثة اللعيبة تابعة واسقة من نفسها انقل الكورة صح ما تخافش الكورة ما بتعدش انت خد الكورة بتبص بعينك كورة تحت رجليك بصص بعينك شايف الملعب اللي عايب يتحرك لك يفتح لك اماكن يمين شمال وصادك في اماكن كتير هتباصي باصي وين الارضي وهدى اعصابك ما تلعبش على انك ما كانة بتجري لا الكورة هي اللي تجري الكورة ما بتتعبش انت اللي هتتعب فدي اهم حاجة دي رسالة كده واللي شايف كلام غلط يقولي في التعليقات انا شايف ده هو الحل في الكورة في الزمن ده الكورة دلوقتي بتتلعب بالاسلوب ده بنلاحظ في الفرق كلها على مستوى العالم بتطور بتلعب على الموضوع ده ان تنقل كورة صح انت خلي اللعيبة اتعبهم في التدريبات اي مدرب يعني انا ما عنديش خبرة في تدريب بس يعني اللي فهمه اللعب كورة اتدرب اللعيبة على انها تنقل كورة انت اساس الكورة دلوقتي انقل من رجل لرجل هتوصل للجون اللعيب يتحرك من غير كورة صح يفتح اماكن يبقى شايف زميله مقفول عليه يتحرك له في اماكن مفتوحة مزنوق في الدفاع ارجع للحارس مش عيب ارجع للحارس بنلاحظ في جميع الفرق في مصر اللي بتضغط عليه بشوت اللي قدام طب بتشوت ليه ما انت عندك فيه لعيب ورده تابعك انت نسيته ارجع له باصي يعني هو معك في الفريق يعني وبعرف في باصي زيك التدريبات يا جماعة ان احنا نتضرب ان احنا نباصي باصي تمام يعني اي فريق اي فريق يا جماعة احنا عاوزين النصيحة دي كل الفرق تحاول انها تشوف الفيديو ده يعني اي لو حد مسئول في فريق وشاف الفيديو دلوقتي اعمل بالنصيحة دي وهتنجح يعني على مسئولياتي هتنجح بس اعمل باللي انا بقوله العب عن نقلات بس وابن الخطط على اساس كده انت اللعبة لما تكون بتبص صح هتقدر تبني خطة اما لو ما بيبصوش صح مش هتعرف تعمل خطة ولا اي حاجة ولا هتنجح فده يعني ده توجيه كده للفرق في مصر الاهلي احنا عارفين لعبه بيلعب عن روح بيلعب برضه عن اللعب النقلات بس ما بلاقيش لما بيلعب فرق في دول من برة اللعبة ده ما بيبنش بيلاقي في الدورة المصر اه الاهلي بيحاول وبيكسب وكل حاجة وبطولات وارقام وكل حاجة وفي افريقه بيقدر في افريقه احنا عاوزين نوصل لمرحلة ان احنا ننافس الفرق في اوروبا وفي العالم لان في كاس العالم في الفين خمسة عشرين النظام هيتغير مفيش اللي هم الكام فريق اللي بيشاركوا الستة ولا سبعة اللي احنا بنشوفه لا ده هيكون اتنين وتلاتين فريق ده كاس عالم كاس عالم بحق وحقيقة زي كاس العالم بتاع المنتخبات هتلاقوا اتنين وتلاتين فريق وتمن مجموعات واربع فرق في كل مجموعة يعني موضوع والموضوع ايبا صعب يعني انت بتلعب فريق في المنينزي اهو فريق اول فريق خسرت منه تخيل انك دور مجموعات بقى ومعاك تلات فرق مش عرب بقى ولا افريقيا لا ده انت معاك فرق من اوروبا ومعاك فرق من امريكا اللاتينية فهتعمل ايه لا حاول الفرق في مصر يا جماعة زي ما قلت تعمل بالنصيحة اللي قلتها العب على النقلات العب بثقة خليك واسق من نفسك ما تخافش اللعيبة ما تطفش من اي وقت واي مكان لا طور نفسك في النقلات النقلات وانك برضو عاوستعمل رفعات حول الملعب من يمين الشمال برضو عاوستعمل رفعات على الاطراف الحاجات دي كلها مهمة فاللي بتفرج دلوقت وشايف كلامة غلط يقول لي كلامة صح برضو يقول لي لان برضو انا ما اشتغلتش في التدريب بس ده اللي شايفه وده اللي شايفه صح لو شايفين الكلام ده صح يعني المأيدن في الكلام ده يكتب لي في التعليقات ان الفرق تطور من نفسها في الحاجات دي وده نلاحظه برضو في فرق عرب كتير يعني اتحاد جدة عنده لعيبة بس برضو اللعب يعني ما بيكنعش اللعبة مش متجنسة مع بعض ده شغل مدرب انه اللعبة هم خامات كويسة بس انت مش قادر انك تخليهم يعني فيه ترابط في اللعب ما هو اهم حاجة اللعبة تقرب من بعض طباص يتحركوا صح مع بعض دي اهم حاجة الدفاع كمان برضو عليها عامل كبير تحركاته بتفرق ممكن تحرك الدفاع يتضرب بكورة فالنهاردة كان الفيديو عن كده يعني حاجة بسيطة اتكلمت على النصايح نصايح للكورة عشان اللي احنا شفناه في مدش الاهلي فريق الاهلي فريق كبير فاحنا دي نصيحة للباقي الفرق باقي الفرق لو طوروا من نفسهم هنلاق فيهم نفسة اكتر لان هزي ما قلت لكم الاهلي بيلعب الفرق في مصر فيه فرق كتير بتلعب لعب عشوائي مش لعب مدربين خالص لعب عشوائي فعاوزين تطوير علشان نتفرج على كورة صح يعني ابوس ايديكم عاوزين نتفرج على كورة كويسة علشان الواحد بيجي له شلل وهو بيتفرج على مرشاط من كم يوم تفرجت على الداخلية والله يكونت اطنقت لعب كله جنب تدخلات اللعب يقع ينام في الارض عاوز انذر للعب التاني يا جماعة الكورة مش كده انك تخلي لقصاتك ياخد انذر يعني ايه الهدف من كده ويقع وياخد ضرب الجزاء طب برضو ايه الهدف من كده وانت اعتمادك على ضربة الجزاء ممكن تتصد او تضيع اللعب كورة انك وصلت من نفسك وتلعب كورة ومتع الناس احنا عاوزين نتمتع كورة وده كان فيديو النهاردة فارب الفيديو يكون عاجبكو ويكون فيديو بسيط ويعني يفيد الكل واهم حاجة لو يعني لو حد برضو من فريق برضو يكتب في التعليقات من اي فريق يكتب في التعليقات ويارب يكون الكل استفاد فده كان فيديو النهاردة فارب الفيديو يكون عاجبكو ما تنسوش اللعقاء وشير وصبسكريب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته